من اخترع الكاميرا؟ الكاميرا هي عبارة عن آلة تصوير تقوم بتصوير صور ثابتة أو متحركة وتحتاج إلى هذه الآلة إلى عدة عدسات لتركيبها كما أنها تتطور بشكل مخيف ومن الجدير بالذكر بأن الكاميرات أصبحت تستخدم حديثا في عمليات التجسس وهي عبارة عن كاميرات صغيرة جدا يمكن وضعها في أي مكان وسنوقي الضوء في هذا الفيديو على مخترع الكاميرا أول من اخترع الكاميرا للتصوير الفوتوغرافي هو لويس داجير وهو فنان وكيميائي فرنسي الأصل ولد سنة 1787 في مدينة كورجي الموجودة شمال فرنسا وكان لويس رصاما في بداية حياته وعند وصوله عمر الثلاثين اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخدم الأسلوب معينا في الإضافة حيث حاول أن يجد طريقة لنقل المناظر الطبيعية بصورة آلية في البداية فشلت محاولات اختراع الكاميرا لعدة مرات ثم نجحت المحاولة في سنة 1827 حيث التقى لويس برجل يدعى جوزيف نيبس وكان هذا الرجل يحاول اختراع الكاميرا واهتدى إلى طريقة شبه ناجحة ثم بعد ذلك بسنوات قرر لويس وجوزيف أن يعمل معا ولكن الحظ لم يسعف جوزيف نيبس فقد توفي سنة 1833 فأكمل لويس داجير الطريقة لوحده في هذا المجال وقد نجح سنة 1837 حيث ابتدع نظاما عمليا للتصوير الفوتوغرافي وأطلق عليه اسم نظام داجير يعد لويس داجير عالما ومصورا للمناظر الطبيعية كما أنه مخترع لآلة التصوير الشمسي وقام بالعديد من اختراعات ومن أبرزها اختراع الديوراما وهو عبارة عن مشهد ثلاثي الأبعاد مصغر أو بالحجم الطبيعي تكون فيه الأشكال والمناظر الطبيعية بشكل غير مرتب مقابل خلفية مرسومة أو مشهد تم إعادة إنتاجه على قطعة قماش شفافة ويكون الضوء من خلفه مشعا للحصول على تغييرات يتم رؤيتها وتوفي بعدما حقق نجاحاته الباهرة سنة 1851 أنواع الكاميرات الفوتوغرافية الكاميرات المدمجة وهي الكاميرات الفيلمية والكاميرات الديجيتال الرائعة هناك أيضا كاميرات العدسة الأحادية